السلام عليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة عن عقوبة الخوض مع الخائضين الذين يخوضون مع الخائضين إذا أساءوا يسئون مثلهم وإذا ظلموا ظلموا مثلهم وإذا نهبوا وسرقوا فعلوا مثلهم ما هي عقوبتهم القرآن العظيم كتاب رب العالمين يعطينا الجواب عن هذا الأمر فيقول ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين سياق هذه الآيات البينات فيها الترهيب بيان الترهيب الله تعالى يريد أن يؤذب عباده يريد أن يؤذب كل المجتمعات لهذا جاء القرآن العظيم فيه أسلوب الترهيب كما أيضا فيه أسلوب الترهيب حتى يتمكن الإنسان من الاستقامة على الطريق بعض الناس يكفيهم أسلوب الترهيب وناس في قلبهم الإيمان يخافون المولى يقنعون بالقليل يرضون بالواقع هؤلاء يقبلون على عبادة ربهم دون خوف ولا رهبة وإنما يفعل دونالك عن طواعية لكن هناك أناس آخرين لا ينفع معهم الترهيب ولا ينفع النصح لأنهم ميلون إلى الخطايا ميلون إلى الظلم يشتاقون إلى إلى الإفساد والعياذ بالله فهؤلاء ربنا عز وجل يخاطبهم بأسلوب الترهيب تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام ننظر إلى بعض آيات الترهيب في كتاب الله عز وجل التي تؤثر في النفس وتجعل الإنسان إذا سمعها يخف ويرتدع ويقلع عن أثامه لأن في الظرف الرهنة رأينا أشياء مؤلمة للغاية حروب وضمار وخراب وتمييز عنصري وخوض مع الخائضين تعالوا بنا ننظر ماذا قال رب العزة في هذا الباب حتى نرتدع ونخاف ونخشى ومن ثم نكون من أصحاب الفرقة الناجية ربنا عز وجل يحدثنا عن مشهد من مشاهد يوم القيامة تخيلوا أيها الأحباب الكرام وقد انتقلنا إلى عالم القيامة يعني بعد هذه الحياة نحن أحرار نفعل ما نشاء عندنا الحرية الفردية وعندنا الحريات العامة ولا أحد يستطيع أن يمنع أحد ولكن نحن لسنا أحرار بالإطلاق فهناك في هذا الوجود هناك رب هناك مالك الملك وهناك المحاسب يقول اليوم في الدنيا عمل ولا حساب لكن في الآخرة هناك حساب ولا عمل في زحمة الخلائق يوم القيامة وفي اليوم العرض الأكبر ماذا يقع الأبصار تشخص والقلوب ترتعب يخبرنا المولى عز وجل أن في ذلك اليوم سيخرج الناس من قبورهم ويسمعون صوتا لكل واحد منا فلان إبل فلان هلما للحساب بين الواحد القهار ينادى عليك باسمك واسم أمك ويقوم الناس كل الناس الكبراء والعظماء ويقوم الظالم والمظلوم والقتيل والمقتول وكل الناس يقومون ويشعرون بالخوف وهناك ينسى الخليل خليلة والقريب قريبة والابن أباه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل ملئ منهم يومئذ شأن يغنيه في هذا الأمر لا ينفع المرء يومئذ إلا القلب السليم في خضم هذه الأحداث يبدأ الحساب ثم ربنا عز وجل سوف يقسم على الخلائق المقارات بعد أن تخرج النتائج سوف يبدأ الناس يذهبون إلى مستقرتهم هناك مستقر يسمى الجنة أعده الله تعالى للصلحاء للمحسنين للمحسنين ولأصحاب المبادئ ولمن كان في الدنيا راضية ولمن كان مع الخلق محترما وهناك مقر أخر والعياد بالله يسمى سقر مستقر السقر هذا الكلام يلخصه ربنا عز وجل في كتاب العزيز لما يقول كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسقين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين هذا نبأ عظيم خلاصة الوجود وخلاصة الحياة ربنا يقول كل نفس بما كسبت رهينة أي كل نفس هي مرتهنة موثقة بسعيها طائرها في عنقها أن الله تعالى يوم القيام كل واحد منا سيكون عنده كتاب في عنقه مكتوب فيه كل شيء والكتاب صغير يعني كتاب مرقوم رقمي فيه كل التفاصيل وتبدأ المسئولية الشخصية كل واحد منه مسئول على كل تصرفاته مسئول في علاقته مع ربه وفي علاقته مع مجتمعه وفي علاقته حتى مع نفسه فهناك علاقة ثلاثة ما هي علاقتك مع الله هل كنت من الذين يؤمنون بالله هل كنت من الذين يخشون ربهم هل كنت من الذين يعملون وفق شريعة ربهم ثم علاقتك مع الناس هل كنت ممن يحسن إليهم أم ممن كان يكذب ويختلص ويظلم وعلاقتك مع نفسك مع جوارحك هذه العين ربنا قال لك غض بصرك هذا الفرج يقول لك احفظ فرجك هذا البطن إياك أن تدخل إليه لقمة حرام مسئولية هذه المسئولية سيكون كل واحد منا هي فرضية لا يشارك فيها أي إنسان في حملها ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وزرة وزر أخرى كل واحد منا سوف يحسب بنفسه فعلينا أن نعمل أيها الأحب الكرام لهذه اللحظة التي هي حتمية وواقعة الله سبحانه وتعالى سوف يحسب الناس وأنا داك سيقول بأن الناس مراتب هناك من يأخذ كتابه بيمينه وفئة ثانية يأخذون كتابهم بشمالهم فمن حسنت أعمالهم سوف يرفعون اليمين وعندهم كتاب فيه جميع تفاصيل حياتهم وتصرفتهم والذين أساءوا والعيدوا بالله سيرفعون كتابهم بالشمال كل مرئ بما كسب رهين هنا ربنا عز وجل سيستثني أهل اليمين بأنهم في الأمان أصحاب اليمين الذين كانوا يؤمنون بالله وكانوا يسارعون في الخيرات وكانوا لا يظلمون وكانوا لا يخوضون مع الخائضين وكانوا يحرصون على السلم والسلام والأمن والأمان هؤلاء ربنا عز وجل يخبروا منذ البدء بأن مستقرهم في جنات لما يدخلوا للجنة سيبدأ التساؤل إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون أي أنهم أحرار طلقاء ربنا سيدخلهم الجنة بفضله وهناك سيعمهم الفرح لما يدخلوا دار الأفرح ويتناعمون على السرر إخوانا المتقابلين دار السلام ما فيها لحرب ولا فيها لغل ولا فيها حسد ولا فيها ظلم حياة نظيفة مباركة وبينما هم هكذا يتناعمون سيتساءل بعضهم مع بعض هذا هو السؤال مربط الفرس أهل الجنة يتساءلون عن ماذا يتساءلون عن المجرمين ومآلهم أنهم في الدنيا هم كانوا مسالمين لكن هناك آخرون كانوا مجرمين كانوا يقيمون الحروب يدمرون الحياة يقتلون الأبرياء كانوا يضحكون على ضقون الناس ينهبون الأموال يعنفون هؤلاء ما مصيرهم وقد كانوا في الدنيا من أصحاب القرار والعظماء والذين يقاموا لهم ولا يقعد ما مآلهم يتساءلون عن المجرمين هكذا قال ربنا عز وجل إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين من هم المجرمون المجرم كما في اللغة اللغة معنا يقول لك جرام الجزار العظم أي قطعان اللحم سمي المجرم مجرم لأنه يقطع سبل المجتمع المجتمع ينبغي أن يكون فيه شبكة من النظام في تعاون في تعاون في تضامن في تكامل المجتمعات هكذا ينبغي أن تكون خلق الله فيها الفقير والغني والذكر والأنت والبدوي والذي في المدينة وخلق الرئيس والمرؤوس الناس مراتب وطلب من الأصحاب المجتمع أن يتعاون أن يكون بعضهم في خدمة بعض لكن المجرم يقطع يقطع هذه العلاقات ويفسد لهذا سمي القاتل مجرم لأنه يقطع عضوا من أعضاء المجتمع بغير حق ولا سلطان ربنا يخبرنا أنهم يتسألون أين هم وتبدأ المحادثة المحادثة ما بين أهل الجنات وما بين أهل النار والعياد بالله فكما قال تعالى فقال بعضهم لبعض هل أنتم مطلعون فاطلعوا عليهم فوجدوهم في وسط الجحيم يعدبون وهنا جاء السؤال ما سلككم في سقر ما سلككم في سقر هذا موضع مهم قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسئين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين كلمة سقر مخيفة ما هي سقر هي مستقر المجرمين هي المستقر الذي لا استقرار فيه سقر والعيد بالله هي نار حامية جدا تأكل البدن لا تبق فيه شيئا ولا تذر تؤلم المعدب كثيرا تحرق الجلد فتجعله أكثر سوادا من الليل ربنا يخوفون من ذلك يقول إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا ما سسقر ذوقوا ما سسقر سأصليه سقر وما أدرك ما سقر لا تبقي ولا تدر لوحة للبشر عليها تسعة عشر يخوفنا الله عز وجل من هذه السقر بخلاف أهل الصلاح وأهل الفلاح وأهل الصبر وأهل الرضا هؤلاء ربنا سماهم أصحاب الجنة في النعيم في أمان واطمئنان في جنات عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزربي مبتوثة مشكل كبير أن هناك متناقضات هؤلاء يعيشون في نعيم وهؤلاء في عذاب فيسألونهم ما سلككم في سقر ما هو السبب الذي به قد خسرتم وضيعتم كل شيء وصار مصيركم في سقر السبب الأول قالوا لم نكن من المصلين يعني كانت علاقتهم مع الله مقطوعة غير موصولة هذا أول سبب لأن الذي لا يصلي انتظر منه أن يفعل أي شيء بداخله مخلوق وحشي ممكن أن يفعل أي شيء ولكن العبادة هي تجعل الإنسان يخضع وتجعله يخشى وتجعله يستقيم هؤلاء لم يكونوا من المصلين مع أن الصلاة هي ركن عظيم من أركان الدين وهي في كل الأديان فكانوا يستكبرون على الصلاة مع أنها هي قرة عيون المؤمنين ولا تطمئن القلوب إلا بها حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا بلال قم فآرحنا بالصلاة الذي لا يصلي هو مستعد لكي يفعل أي شيء ممكن أن يغير مبادئه ممكن أن أن يتحول بين عشية وضحاها من إنسان إلى إنسان آخر وممكن أنه تجره الشهوات وتجره الملدات وممكن أن يخوض مع الخائضين لذا قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياء أما الأمر الثاني ماذا قال قال لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين من علاقة الإنسان الذي لا يصلي أنه يحب المال حبا جما وأنه يستكبر على الضعفاء والمساكين وأنه قطع العلاقة مع الله في الصلاة وقطع العلاقة مع الإنسان في الحياة لم نكن من المصلين هذا قطع الصلاة الصلاة مع الله لم نكن نطعم المسكين قطع الصلاة مع أخيه الإنسان أن أصحاب الحاجات لا نرحمهم ولا نعبأ بهم نستعملهم كوسيلة للوصول إلى المآرب وهذا والعياد بالله خطير للغاية وخصوصا الذين عندهم أموال ويبخلون كل همهم هم أن يجمعوا الأموال ويكدسوها ولا ينفقوها ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله فهؤلاء على شرف هار ثم ذكر السبب الثالث وهو وكنا نخوض مع الخائضين أي أن من صفة هؤلاء أنهم يخوضون بالباطل كانوا في خوض يلعبون يخوضون مع الخائضين ويغوون مع الغاوين أي قطعوا العلاقة مع العقل والعلم والوقت والزمن هؤلاء للأسف الشديد صاروا كثر في عصرنا هذا الذين يخوضون مع الخائضين حتى إن المبادئ والقيم صارت غريبة والناس يبحثون عن المصالح ويبحثون عن الامتيازات وقليل من يتحر الحق وينطق به ويعتمد عليه ويقف أمام الناس لينطق به هذا خطر كبير على الناس وكنا نخوض مع الخائضين أي كنا ننعق خلف كل نعق وكنا كلما سخر ساخر أو اغتاب نسخر ونغتاب معه وكلما نمى نممنا معه وكلما هكذا كلما يفعله الناس سخرية أو غيبة أو نميمة يفعلون مثل ذلك دون فحص ولا بحث ولا تحقيق ولا تمحيص هكذا قال وكنا نخوض مع الخائضين بغير علم نتقول الأقويل استكبارا وغرورا ربنا يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عثيب هذا اللسان في عصرنا هذا بفضل حرية التعبير صرنا نتكلم في كل شيء ويطعن بعضا في الآخر فهذه الظاهرة ظاهرة نخوض مع الخائضين على الإنسان أن يوطن نفسه كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تحسنوا أنتم لا تفعلون مع الناس تقول لتكونوا إمعة إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أسأنا هذا أديو الإمعة لكن قال صلى الله عليه وسلم وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن لا تسيئوا ثم الداهي الكبرى التي ختموا بها تعاستهم هي وكنا نكذب بيوم الدين يعني هنا قطعوا العلاقة الصحيحة مع المستقبل الأكيد أنهم كانوا لا يؤمنون بيوم الحساب والجزاء يتصرفون في الدنيا ولا يستحضرون بأن هناك يوم سوف نموت ثم نبعث ونقف للحساب والجزاء لم يكنوا يعتقدون بذلك وكنا نكذب بيوم الدين فكانوا يعرضون على الحق ويسهرون من الحق وكل همهم أن يبرزوا دواتهم في الدنيا جمع المال جمع السلطات جمع الهيمنة ولا يهمهم أي شيء حتى سوف يداهمهم الموت والعيد بالله كم من الرؤساء والزعماء والكبراء كانوا يشعلون نار الحروب ويدمرون ويخربون وفي قرارة نفسهم أنهم يعتقدون أنهم خالدون وقد صاروا تحت التراب ما أكثرهم حتى في العهود المتأخرة كم من أحد الآن في زماننا هذا في هذه الخاصية وسوف يداهمه الموت يوما ما كما سوف يداهمون جميعا وهناك سوف ينتقل ولن تنفعه الحيل وتنسد في وجه أبواب الأمل وربنا قال بأنه حتى بعد الموت سوف نبعث من مراقلنا وسوف نجد السؤال وقد نتعرض للإهانة خاضعين كما قال تعالى وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا المبعوثون أو آباؤنا الأولون يرفضون ذلك لهذا أي الأحب الكرام علينا أن نخاف من هذه الصفات هذه الصفات هي فيها ترهيب ربنا يخوفنا منها وهي حقيقة واقعة ما سلككم في سقر يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتنا اليقين هو يقين سيأتي يوما ما سنقف على كل هذه الحقائق ونرىها رأي العين حتى أتنا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين هذا اليقين ما هو اليقين هو أعبد ربك حتى يأتيك اليقين هكذا في الآية النبي صلى الله عليه وسلم كان قد دخل على صحابي شليل عثم المضعون وقد مات فقال أما هذا فقد جاءه والله اليقين لأنه كان يعبد الله ومات على العبادة رغم أنه مر بفتن ومر بصعوبات لكنه لم يكن يلتفت خلفه همه الأكبر أن يبقى مع ربه وأن يبقى في الطريق المستقيم حتى قبض الله روحه فقال عنه النبي الكريم وأما هذا فقد جاءه والله اليقين يعني جاءه الموت وهو على يقين وربنا سبحانه وتعالى قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين يعني من وصل إلى هذا المقام عليه أن أن لا يعاتب أحد لأن الشفاعة هنا قد لا تنفعه يبحث عن من ينقده فلا يستمر ولا يجد من يأخذ بيده كل هذا الكلام نقوله أيها الأحباب الكرام من باب التنبيه إلى الترغيب والترهيب في كتاب الله عز وجل ما نلاحظه من أحداث في وقتنا المعاصر هذه الحروب وأسليب الضمار والخراب للأبرياء هذا التمييز العنصري ما بين الإنسان الأوروبي والإنسان العربي والإنسان القادم من إفريقيا السمراء هذه الاستغلال الكابير الذي يقع كل هذه ابتلاءات ابتلاءات وربنا يتنزه في ملكه وناظر كيف تصنعون نحن أهل الإسلام ربنا أكرمنا بالقرآن دائما نقرأه وننظر في آيته لأنه يعطينا التوجيه الصحيح ففي زحمة هذه الحياة ستمر يعني مهما طالت ستمر ولكن سوف نلتقي في عالم آخر وهناك سيقول ربنا عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين نسأل الله تعالى أن نكون وإياكم من أصحاب اليمين الذين يؤمنون بربهم والذين يتمسكون بالعروة الوثقى نسأل الله تعالى أن يجعن وإياكم من أصحاب اليمين الذين يقيمون الصلاة في وقتها مع الجماعة نسأل الله تعالى أن نكون من أصحاب اليمين الذين يطعمون الفقراء والمساكين مما أعطاهم الله تعالى ولا يستغلون الضرفية للغلاء الأسعار والاحتكار ولظلم الآخرين نسأل الله تعالى أن نكون من أصحاب اليمين الذين لا يخوضون مع الخائضين إذا سمعوا كلام فيه بهتان وفيه كذب وفيه غيب ونميمة فإنهم لا يخوضون مع الخائضين وإنما يمسكون ألسنتهم هذا اللسان هو خلق للذكر وخلق للكلام الطيب والأحسن ولا يدخلوا إلى الخوض مع الخائضين نسأل الله تعالى أن نكون من أصحاب اليمين الذين يصدقون بيوم الدين ولا يكددون به لأنه حق ويقين نسأل الله تعالى أن يرفع عنا وعنكم هذا البلاء وأن يوقف هذه الحروب ما زلنا ننتظر كيف نخرج من أزمة الكورونا حتى فاجأتنا أزمة غلاء الأسعار حتى فاجأتنا أزمة الجفاف وندرة المياه حتى فاجأتنا أزمة تداعيات الحرب التي تقع بين روسيا وأوكرانيا نسأل الله تعالى أن يخرجنا من هذه الظرفية سالمين غانمين فالمسألة كلها بيد الإنسان كل ما يقع هو بيد الإنسان كل نفس بما كسبت رهينة ربنا يتنزه في ملكه وناظر كيف تصنعون فاحرصوا أيها الأحباب الكرام أن نكون من أصحاب اليمين الذين يحسنون ولا يسئون وما أكثر الذين صاروا يسئون في عالمنا هذا حتى صرنا نخاف على مصير هذا الكوكب لأن هذه الأحداث لا قدر الله إذا تطورت قد تفضي إلى حرب عالمية تدمر الحياة فوق الكوكب الأرضي وتنهي الوجود البشري كما يقول الكثير من المتوقعين للمستقبليات نسأل الله السلامة نسأل الله العافية ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المتقين الذين يخشونه ولا يخشون أحدا اللهم أمين يا ربي كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا